السلام عليكم السلام احضر الله وبركاته عم الشيخ اتفضلي سلام احضر الله وبركاته بقول لحضرتك انا ام الست اولاد وجوزي بتوافق بقاله 38 سنة مع حضرتك تسمعك يا ام اتفضلي بس تسمعيني بالتليفون ايوه عندي بنت بعد انا عندي 80 سنة ثبتني في شرفي وفي كلام مش ادري اقول لحضرتك وبدأ عليها بدي عليها لنه نهار وانت عرضتك بتقول لازم نودي الابناء بدي اوديها طيب حاضر يا ام ستي ام كريم يا ام كريم ربنا يديك العمر والصحة وبنادي على بنتك اللي طعنتك في شرفك وبقول لها بنية الغالية ان ماتت امكي دون ان تسترضيها ودون ان تقبل يدها وقدمها ودون ان تكذب نفسك امام الناس فثقي ان الخسران في الدنيا والاخرة من نصيبك وان الفضيحة ستلاحقك وانه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل يا بنيتي كل ذنب تؤجل عقوبته ليوم الفصل الا العقوق فانه معجل في الدنيا والاخرة يا من سببت امك في عرضها سقي بانك ستسبين ولكن هيا الله لامك من يدافع عنها وانت لن يدافع عنك احد يا بنيتي حملتك في بطنها تسعة اشهر وارضعتك من صدرها فكان لك سقاء وحضنها كان لك امانة فعودي واستغفر الله وتوبي قبل فوات الاوان يا الله